يتخوف المتتبعون لشأن سوداني من تأزم الوضع في البلاد بعدما قبلت المظاهرات المليونية السلمية بالرصاص الحي وأسفرت عن قتل وجرح تقرير في الموضوع لعبير ربيعي رغم التحذيرات الدولية لضبط النفس إلا أن المظاهرات السلمية بسودان جبهت بعنف ما أسفر على سقوط ثلاثة قتلى وأكثر من مئة مصاب الشرطة السودانية نفت استخدام الرصاص الحي واتهمت المتظاهرين بالخروج عن السلمية مشهد يعيد نفسه ما دفع المتتبعين وصفه بالإنزلاق الخطير في تحالف جبهة العزوة الكرامة الوطنية ندين استنكر ما قامت به الأجهزة الأمنية من قمع ضد المتظاهرين السلميين والشكل التي تمر به البلاد الآن هو ينزل بخطر قادم قد يمذق السودان ويمذق النتيجة الاجتماعي ويصنع الحروب الغبلية التي لا قبل لها مبعوث الأمم المتحدة الخاص للسودان دعا رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك المحتجز خلال زيارته لاحتواء الأزمة الطبقة السياسية في البلاد حذرت من استمرار السلطة الانتقالية في تجاوزاتها وشددت على عدم السماح لأي تدخل أجنبي في الشان الداخلي وحذرنا كل المكونات السياسية والعسكرية في الدولة أن تحكم قوات العقل وتنزل الوطن بعين الاعتبار وأن تبتعد عن آراء وفكر تدخل أجنبي في السودان والكل يدرك أن أمريكا لا تريد للشعوب العربية الأفرغية أو الدول العالم الثالث خيرا كل ما تدخلت إلا ولها مصالح لصالح شعوبها وهي من سياسات المستعمر وأهم مداخله أن يخش بمدخل سياسة فرق تسود اللي هي الفتنة ويستخدم التجيع والتركيع بوسطة عملائه الذين يسوقون إلى قراراته وينفزون أجندته في ظل الوضع القائم تبقى خيارات الوسطة بين القوى العسكرية والمدنية في البلاد الخيار الأكثر ترحا للمضي قدما نحو حلحالة الأزمة